اشتركوا في القناة سهلاً وسهلاً بكم في درسنا الجديد من دروس السيرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا اللهم زدنا علماً وعملاً وفقهاً في الدين يا أرحم الراحمين اللهم افتح بخير واختم بخير وجعل عقبة أمورنا إلى خير بلطفك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلاً بلطفك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهينا من الحديث إخواني الكرام في دروسنا السابقة عن مقدمات مهمة كان لابد من التعرض إليها قبل أن نتعرض للوقائع التاريخية المتعلقة بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك أمور كان لابد من معالجتها أمور منهجية تعرفنا على كيفية التعامل مع أحداث السيرة المباركة بل تعرفنا على الفرق بين السيرة والحديث وأن معاملة روايات السيرة معاملة الأحاديث النبوية من حيث الشروط والضوابط الشديدة التي وضعها علماء الحديث أو اتفق عليها علماء الحديث لإجرائها على الأحاديث النبوية لكونها سننا ومصدرا للأحكام الشرعية فكان لابد من أن يشدد فيها الشروط أو تشدد فيها الشروط وهذا خلاف للسيرة النبوية التي إذا عملناها بتلك المعاملة فإننا نظلمها ظلما شديدا وبذلك كما قلنا في الدروس السابقة يعني هذا مأخذنا وملحظنا على ما فعله بعض الإخوة المعاصرين من الباحثين من تقسيم السيرة إلى صحيح وضعيف واليوم إن شاء الله إخواني الكرام سوف نتعرض لشذرات من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نبين الدروس والعبر المستفادة من السيرة ذلك أن وقائع السيرة كثير منكم يحيط بها علما ولا تخفى عليكم ولكن المهمة لمن أراد أن يتبوأ مقام الوعظ والتعليم والتدريس وإرشاد الناس أن يستخلص من تلك الوقائع التاريخية والأحداث المتعلقة في السيرة أن يستنبط منها ويستخرج منها الدروس والعبر المستفادة التي هي في الحقيقة بيت القصيد لمن أراد أن يقرأ السيرة لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم إن السيرة النبوية المهم فيها ما يستخلص من الدروس والعبر التي نستفيدها نحن في حياتنا العملية أيها الإخوة الكرام واختبت لكم كتاب السيرة النبوية دروس وعبر للأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى لأنني رأيت فيه سلولة ويسرا مع استخلاص العبر المناسبة إن شاء الله التي تكفينا في هذا المقام بعون الله تعالى بداية نستعرض أهم الأحداث المتعلقة بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل حياته أو في حياته قبل بعثته يعني ما هي الإرهاصات والدلائل التي سبقت نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي من خلالها كان تهيئة أو كانت هذه الأمور تهيئة جيدة لذاك النبي العظيم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فقد ولد عليه الصلاة والسلام في أشرف بيت من بيوت العربي فهو أشرف فروع قريش وهم بنوا هاشم وقريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة وقد روي عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك نلاحظ مع كثرة محاولات إغاظة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يستطيعوا بحال من الأحوال ولم يثبت أنهم استطاعوا أن يطعنوا في شيء من نسب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم كذلك نشأ النبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يتيما مات أبوه وأمه حامل به لشهرين فحسب ولما أصبح وله من العمر ست سنوات ماتت أمه آمنة فذاق صلوات ربي وسلامه عليه في صغره مرارة الحرمان من عطف الأبوين وحنانهما وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب ثم توفي ورسول الله بن ثمان سنوات فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده وهذه الإشارة في القرآن الكريم إلى يتمي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ولقد أنضى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من طفولته في صحراء بني سعد فنشأ قوي البنية سليم الجسم فصيح اللسان جريء الجنان يحسن ركوب الخيل على صغر سنه تفتحت مواهبه على صفاء الصحراء وهدوئها وإشراق شمسها ونقاوة هوائها نعم يعني كانت الغاية الأساسية من إرسال العرب أولادهم إلى الصحراء لكي يستقيم لسانهم على العربية ولكي ينشأوا بأصحاء الجسم ليس فيهم شيء من أمراض المدينة وأوبئاتها نعم ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة في أجمل وأبهى صورة منذ طفولته عليه الصلاة والسلام وكما كانت تعرف فيه النجابة من صغره وتلوح على محيه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من رآه ولذلك تعلمون قصة أن عبد المطلب لم يكن يسمح لأحد أن يجلس على فراشه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا هذه فراسة عبد المطلب التي لم تكذب وقد أصاب في ذلك نعم أنه عليه الصلاة والسلام كان يرعى في أوائل شبابه لأهل مكة أغنامهم بقرار يأخذها أجرا على ذلك يعني لم يمنعه شرف نسبه ولا علو مقامه أن يرعى الأغنام بقرار يط يعني بأثمان بسيطة زهيدة يتعلم على الكسب الحلال وأن يعتمد على نفسه في ذلك الكسب عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا قد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا وفي رواية أخرى قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم نعم فقال نعم رعيتها لأهل مكة على قرار يط فلما بلغ من عمره خمسة وعشرين عمل لفديجة في التجارة بمالها على أجر تؤديه إليه نعم يعني على طريقة شركة المضاربة نعم كانت بداية النبي صلى الله عليه وسلم بداية شاقة بكل ما في الكلمة من معنى فعلى يتمه صلى الله عليه وسلم وعلى يعني ما لقيه من فقط الأبوين ثم بعد ذلك عمل الأعمال الشاقة اعتمادا على نفسه لم يترك نفسه عالة على غيره عليه الصلاة والسلام وإنما اعتمد على نفسه في أي شيء في رعاية الغنم تلك المهنة التي تهيئ له عليه الصلاة والسلام الخلوة لأجل أن يتفكر في معاني هذه الدنيا يتفكر فيما خلقه الله بالسماوات والأرض وما خلقه الله في هذه النفس وما في أنفسكم أفلاك المصرون نعم ولو سألنا بسؤال ما هو سببه هذه الصلاة والسلام في رعي أو مهنة رعي ذلك أن من رعى الغنم أيها الإخوة فإن ذلك يهيئه لرعاية الأمم نعم من رعى الغنم تهيئ لرعاية الأمم ذلك كان عليه الصلاة والسلام أو اختاره ربنا سبحانه وتعالى كغيره من الأنبياء اختار له هذا النبي النفاة نعم فقط كان النبي كامل كان رفع كامل صلاة والسلام يأتينا صوت نفاك نعم نعم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل فيما يعنيه ولا يشغل نفسه فيما لا يعنيه فلم يشارك أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم بل عصمه الله من ذلك قد استفال الكتب السيرة أنه سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور مكة في حفلة عرس فأراد أن يشهدها نازعته نفسه إلى ذلك فألقى الله عليه النوم فما أيقظه إلا حر الشمس ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان قط ولا أكل شيئا مما ذبح لها ولم يشرب خمرا ولا لعب قمارا ولا عرف عنه فحش في القول أو هجر أو هجر في الكلام وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل عليه الصلاة والسلام أصالة الرأي ولا أدل على ذلك من حادثة وضع الحجر الأسود التي تعلمونها أرجو أن تقرؤوها قراءة ذاتية بارك الله فيكم عرف عليه الصلاة والسلام بين قومه بالصادق الأمين واشتهر بينهم بحسن المعاملة والوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة مما رغب خديجة في أن تعرض عليه الاتجارة بمالها في القافلة التي تذهب إلى بصره وهي مدينة في الشام معروفة كل عام على أن تعطيه ضعف ما تعطي رجلا من قومها فلما عاد إلى مكة وأخبرها ظلامها ميسرة بما كان من أمانته وإخلاصه عليه الصلاة والسلام ورأت الربحة الكثيرة في تلك الرحلة أضعفت له من الأجر ضعف ما كانت أسمت له ثم حملها ذلك أن ترغب في الزواج منه نعم إن خير من استأجرت القوي الأمين وخير رجل يحفظ شرف ابنتك هو الرجل الصادق الأمين أيها الأخ أيها الأب أيها الوالد فقبل أن يتزوجها فقبل عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة عشر عاما وهنا وقفة أريد أن أقف عندها في الحقيقة قضية صغر سن النبي صلى الله عليه وسلم صغر سنه عن خديجة بخمسة عشر عاما هذا شيء فيه نظر ممن فرد به الواقدي في مروياته والواقدي كما قلنا لا نهدر أقواله إلا إذا عارضها شيء أقوى منها من غوايات السيرة وقد رأينا محمد بن إسحاق وهو رجل ثقة وهو أقوى حالا من محمد بن عمر الواقدي يقول أن عمر خديجة إذ خطبها رسول الله وإذ تزوجها رسول الله كان عمرها ثمانية وعشرين عاما إذن كانت تكبر النبي بثلاث سنوات فقط وإخواني الكرام إذا ما نظرنا إلى المسألة من جدة جوانب نجد أن قول محمد بن إسحاق هو أقوى من قول الواقدي الذي يقول بأن عمرها كان إذ ذاك أربعين عاما كان عمرها أربعين الواقدي يقول أربعين ومحمد بن إسحاق يقول ثمان وعشرون ولو أتينا على بعض الأمور الدلائل العقلية المنطقية في ذلك كم ولدا أنجبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنجبت له ستا من الأولاد أربعة من البنات وذكارين إذا ما نظرنا إلى هذه القضية من هذا المنظور فإن هذا العدد من الأولاد يعني في الحقيقة تنجبه ابنة الثمان وعشرون أو ابنة الثمان والعشرين عاما هذا مناسب جدا بخلاف التي بلغت الأربعين أخواني الكرام التي بلغت الأربعين يعني جسمها يضعف عن حمل هذا العدد من الأولاد في الحقيقة أو إنجاب هذا العدد من الأولاد فلابد لنا أن يعني ننظر إلى القضية من جانبين الجانب الأول قضية يعني رجحان ما قاله محمد بن إسحاق لكونه أوثق وأجل في هذا المجال من الواقدي يعني لا أريد أن ننسى ونحن نتحدث في هذه القضية ما بدأناه بالحديث أو ما تحدثنا عنه في دروسنا السابقة من أن أهل السيرة حينما يختلفون فيما بينهم فإن لنا يعني يمكننا أن نرجح بعض أقوالهم على بعض أما إذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم يكون محل اعتبار وهو محل احترام وتقدير أما أن يختلف ففي هذه الحالة يمكننا أن نرجح ومن المرجحات كما قلنا هو جلالة مقدار ابن إسحاق على الواقدي وكذلك القضية المنطقية من حيث إن جابوا ستة من الأولاد وهذا يناسب ابنة الثمان والعشرين في الحقيقة لا نريد أن نقف طويلا أردت التعليق على هذه القضية ثم بعد ذلك لكم أن تقرأوا في هذه المسألة فإن فيها مرجحات أخرى لمن أراد أن يتوسع في ذلك إذن رغبت خديجة في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أصغر منها على الراجح بثلاث سنوات وليس بخمسة عشر عاما ولذلك يعني بعد فترة من زواج النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي يعني بعد خمسة عشر عاما لأنه الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الأربعين نعم وأيضا سافر النبي عليه الصلاة والسلام في تجارته أو في عمل التجارة خارج مكة مع عمه أبي طالب إذ كان عمره 12 سنة والثاني كان عمره 25 متاجرا لخديجة بمالها وكلتا الرحلتين إلى مدينة بصرا في الشام وفي كلتيهما كان يسمع من التجار أحاديثهم ويشاهد آثار البلاد التي مر بها والعادات التي كان عليها سكانها يعني لاحظوا أخواني هناك تهيئ حقيقيا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يطالع عادات أهل البلاد وينظر في تطريقة تفكيرهم وفيما يعتقدونه ويستطيع من خلال ذلك أن يكون أمامه دراسة كاملة أو شرح كامل واف كيف يتعامل عليه الصلاة والسلام مع هذه النخة أو هذه الأطياف من الناس نعم كل الناس يناسبهم شيء والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام هما سيد الدعاة والداعية لا بد أن يحيط علما بعادات الناس وتقاليدهم ويعرف ما هي طبائعهم وكيف يتحدث معهم وكيف يدخل إلى نفوسهم فهذه أيضا قضية التجارة كان لها فائدة أخرى غير قضية الاعتماد على النفس ألا وهي قضية مطالعة عادات الناس وتقاليدهم وطبائعهم نعم كذلك حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل البعث بسنوات أن يخرج إلى غار حراء وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة على قرب منها في الجانب الشمالي الغربي يخلو فيه لنفسه مقدار شهر وكان في شهر رمضان لماذا أيها الإخوة للتفكر في آلاء الله في نعم الله وعظيم قدرة الله وقد استمر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك إلى أن جاءه الوحي ونزل عليه القرآن الكريم وقد أتم الأربعين أو بلغ الأربعين كما قلنا من خلال هذه الوقائع العاجل العاجلة أو التي استعرضناها بشكل عاجل أيها الإخوة الآن نصل إلى الدروس والعظات المستفادة التي هي بيت القصيد لكل داعية مسلم ولكل أب ولكل قائد ولكل أستاذ لكل إنسان في أي موقع من مواقعه أو في أي موقع من المواقع التي يشغلها الإنسان في حياته يستفيد دروسا وعبرة كثيرة هي دروس في الحقيقة لمن تمعن ونظر إلى هذه الوقائع نظرة المتأدب نظرة المتعلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والتأسي نعم إخواني كلما كانت داعية إلى الله أو المصلح الاجتماعي في شرف من قومه كان ذلك أدعى إلى استماع الناس له نعم يعني شرف النسب له دور أو أهمية عغمى في تلقي الناس وقبول قولهم وقبول هذه الدعوة وقبول هذا القول الاستجابة إلى هذا الداعي وقبول قوله نعم ولذلك في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وغيره حينما يقول لوط لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد سيدنا رسول الله يلفت النظر إلى قضية الركن الشديد يقول ركنه هو الله ولكن لوط عنا قومه وعشيرته لم يكن لوط يعني في شرف من قومه ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد قصة لوط جعل كل نبي أو بعث كل نبي في منعة من قومه في شرف في أشرف قومه لماذا كما قلنا لأن ذلك يكون أدعى إلى الاستماع الناس وقبول وقبولهم قوله نعم وأيضا لاحظوا قصة أبي سفيان حينما وقف بين يديه رقل في القصة المشهورة وسأله هرقل فقال له يعني وقد سأله كيف رسول الله فيكم نسبا فقاله هرقل فقاله أبو سفيان إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فينا كان فينا ذا نسب كان فينا ذا نسب أو ذو نسب فقال هرقل زعمت أنه من أشرفكم نسبا وكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسبا انظروا يعني أصبح هذا الأمر معروفا عند الجميع أن النبي لا بد أن يكون من أوسط قومه شرفا ونسبا حتى يكون ذلك أدعى لقبول قوله طبعا هذه القضية تتعلق في جانب جانب الدعوة لا في جانب الفخر ولذلك الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب في قضية الأعمال في مقابل الأعمال ولذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطم أعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا نعم اعملوا ولذلك يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فلذلك عند مقابلة النسب مع العمل النسب لا يفيد شيئا إنما المطالب به الإنسان عمله كي ينظر إلى عمله لا ينظر إلى نسبه وأنتم تقرؤون دائما سورة الحجرات ما هو ماذا جاء في سورة الحجرات أيها الإخوة ماذا قال ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات أرجو المشاركة من يشاركني شيء يتعلق بهذا الأمر تفضلوا أكرمكم أتقاكم نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم آه بارك الله فيه يقول ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم مع أنه قبل ذلك ماذا قال وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إذن ما هي الغاية من ذكر الأنساب والشرف والعشيرة لأجل التعارف لأجل بقاء النسب لأجل اتصال النسب وأما في مجال التقوى أو في مجال العمل إذ العمل هو من أهم شروط التقوى العمل بما يرضي الله العمل بما يوافق الشريعة الإسلامية بما يوافق القرآن والسنة هو أول دليل على التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولكن في مجالات أخرى كما قلنا فإن النسب له أهمية خاصة إذا كان لهذا الداعية يتبوأ مركزا للوعظ والتعليم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوه يعني إذا تعلموا الفقهة ودرسوا علوم الإسلام بشكل صحيح أيضا من قصة يتم النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد أن أن الداعية عليها أن يتحمل الآلام في يتمه وفي عيشه وهذا الأمر يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية الذي يذوق هذا هذه الآلام فإنه يحس بغيره ويمتلئ قلبه بالرحمة والعطف أيها الإخوة نحو اليتام والفقراء والمعذبين فنجد أنه حينما يحدثهم يتكلم معهم بما يناسب أحوال الناس ولا يتكلم بأشياء بعيدة عن متناول عقولهم وأحوالهم وعواطفهم ونفسياتهم فهذا التدريب الذي تعرض إليه النبي عليه الصلاة والسلام على شظف العيش وغلظ العيش ومشقة الحياة منذ صغره وكذلك في تجاراته وفي عمله في رعاية الغنم لاحظ كل هذه الأمور المشاق التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة مما يجعل كل داعية يعلم أن هذا هو الطريق الصحيح لأجل أن يمتلئ قلبه إحساساً بالمعاني الإنسانية النبيلة نعم وكذلك عيش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة حينما يعتزل هذا الداعية الناس حينما يكونون في حالة من الغفلة يعني كيف نحن نقيس هذا الأمر نحن لا يجوز للداعية أن يعتزل الناس الآن اعتزالاً كاملاً لا يجب أن يختلط بالناس ويباشر دعوتهم ونصيحتهم وإرشادهم لكن يبتعد عن مواطن الغفلة لا يكثر الذهاب إلى الأسواق ويتسكع في الطرقات ويجلس في مجالس اللهو التي فيها الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن ما يهم المسلم في حياته من الذكر وغير ذلك نعم إذن الداعية هنا يبتعد عن الجو الذي فيه الفوضى وفيه الغفلة إلى جو أقرب إلى الفطرة ويبتعد عن الحياة المعقدة لأن ذلك يجعل ذهنه صافياً أيها الإخوة ويجعل عقله وجسمه في أعلى درجات القوة والاستعداد النفسي نعم ونحن ما أحوجنا إلى هذه الخلوة إذا استطعنا أن نقول إذا صح لنا التعبير بذلك إخواني الكرام قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام هيئه الله من الناحية الداعية نختار للدعوة أناساً أذكياء أيها الإخوة لا يتآهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبيه فإن الأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة الفكرية هذه قضية مهمة يعني نحن نهمس في أذن كثير من إخواننا وأحبابنا أهل الدعوة نقول لهم لا يجوز لكم أو ليس من الأولى بكم أن تصدروا أو تجلسوا في الصدارة في صدارة الدعوة والكلام والكلام مع الناس أناساً لم يلبثوا أن جاءوا قريباً من الطرقات ونعم هم اهتدوا وأعلنوا توبتهم وأحسنوا كما يقال سيرتهم ولكن أيها الإخوة لا بد أن يختار لمن يتحدث مع الناس الصفوة الأذكياء من الصفوة أيضاً الذين يستطيعون أن يدخلوا إلى عقول الناس وقلوبهم نعم فلا يجوز أن يكون الاختيار هكذا كما يقال على غير هدى وغير تخطيط كذلك ينبغي للداعي أن يعتمد في معيشته على جودي الشخص أو مورد شريف لا استجداء فيه ولا ذلة ولا مهانة لاحظوا أن نبي عليه الصلاة والسلام في صغره رعى الغنم على قراريطة على أجور بسيطة جداً لا يعني ليست على سبيل الاستغناء وإنما على سبيل الكفاية نعم المهم أيها الإخوة أن يجد الإنسان ما يسد رمقه وما يغنيه لا أن يجعله من أهل الغنى والثراء الفاحش لا المهم أن يحترم نفسه ولا يستجدي غيره ولا يذل نفسه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه اتبهوا إلى هذه المعاني العظيمة أيها الإخوة التي نستفيدها من سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولذلك الدعاة الصادقون يربؤون بأنفسهم أن يعيشوا على صدقات الناس وأعطياتهم إخواني الكرام كما جاء في الحديث هذه الأسئلة سؤال الناس خدوش أو كدوح تبقى علامة يعرف بها الإنسان يوم القيامة أمام الناس كدوح يعني علامات في وجهه هذا الذي يسأل الناس وهو قوي ولا تحل الصدقة لذي قوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي يعني لإنسان عنده القوة على الكسب مهما كان هذا الكسب بسيطا ومهما كان قليل العائد ومهما رجي منه من الربح فهذا كافي أيها الإخوة المهم أن يبقى الإنسان عزيزا شريفا لا يمد يده إلى الآخرين وبذلك يذل نفسه نسأل الله أن لا نتعرض لمثل هذا الأمر لأن السؤال والاستجداء ذل حقيقي نسأل الله أن يعافينا من هذا الأمر استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته حتى لا يكون عليه لطخة واحدة أو نقطة سوداء يعير بها في مستقبل الأيام فعليه أن يستقيم بقدر ما يستطيع ومعلوم أن الإنسان مجبور على الخطأ كما هو معلوم ولكن كما يقال يعني يحاول الإنسان ويجتهد بقدر استطاعته على أن يحسن العمل وأن يتوب إلى الله كل ما حصل منه شيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى أيها الإخوة وأيضاً حذار ثم حذار من المجاهرة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان ما يكون في السر ولكن كل أمة معافاً إلا المجاهرين كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام معافاً في الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى يستره كما جاء في الحديث وهو أيضاً معافاً في الآخرة الله لا يفضحه على رؤوس الأشهاد من ستر نفسه أما من جاهر بالمعصية فإن هذا في الحقيقة يعني كتب على نفسه الفضيحة وكتب على نفسه أن لا يقبل في أعين الناس وأن يرفضه الناس جميعاً ولا يقبلونه لا في صغيرة ولا في كبيرة ولا يفقون به لا يفقون به في شيء فكيف يقبلون قوله كداعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في السيرة النبوية حق التفق به قضية السفر بالنسبة للداعية ومعاشرة الناس والاستطلاع كما قلنا في خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه ثم في التجارة وهو ابن 12 سنة ثم خروجه في التجارة وهو ابن 25 لخديجة رضي الله عنها هذا أكسب النبي عليه الصلاة والسلام معرفة بالأمور الاجتماعية التي تتعلق بالأمم الأخرى نعم لأن هذه المناطق التي ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام مناطق مأهولة بمعاشر كثيرة وطوائف من الناس من شتى بقاع الدنيا ولذلك هذا أكسب النبي عليه الصلاة والسلام تعرفاً على عادات الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم وهذا الأمر ينعكس بعد ذلك في نجاح الدعوة نعم أيضاً فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذه الحالة عرف علية القوم وعرف أواصط الناس وعرف سفلة القوم فقد تعامل مع الجميع عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر أيضاً انعكس بعد ذلك على كيفية نظرة النبي عليه الصلاة والسلام للناس فعندما كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الناس كان ربما ينظر فيهم نظرة تجعله يعطي تقريراً مختلفاً عن الجماعة الذين تكلّوا معهم في حالة أخرى فيعطي كل شخص ما يناسبه من النصيحة وكل شخص ما يناسبه من الأوامر فيعني من الأمور التي يناسب ذكرها هنا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع أهل البادية ومع أهل المدينة فعندما جاءه الأعراب وأعلنوا إسلامهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا نصلي إلا صلاتين كما جاء في حديث صحيح قبل منهم رسول الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف طبائع هؤلاء القوم إذا ما شد عليهم فإنه يخشى أن يخرجوا ولا يعودوا فالنبي عليه الصلاة والسلام على مبدأ خذ وطالب خذ منهم وقبل منهم ثم طالبهم بعد ذلك ولذلك لما ولوا وقد قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال قال أما إنهم سوف يصلون ويصومون ويحجون يعني وكذلك عندما جاءه أعرابي وقال والله لا أزيد على هذه الأشياء شيئا فقال له النبي تمام لم يأمره بالنوافل الوقت الآن غير مناسب والشخص الذي يتكلم معه النبي غير مناسب يعني لا يناسبه أن يعطيه الجرعة العالية من النصيحة أو الأوامر الشرعية يعني ما الذي أكسب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرونة في التعامل مع الناس يعني ذلك الاطلاع الواسع على أحوال الناس وعاداتهم وتقاليدهم وطبائعهم ونفسياتهم نعم هل هناك أي مداخلة كأن الأخ محمد حسين محمد نصوح يريد أن تفضل يا شيخ محمد حياكم الله دكتورنا بارك الله تعالى بكم لا يوجد أي أمر ولكن أردت أن التذكير دكتورنا أرسلت لك على الخاص أنه بخير للرابط ما يقارب ثلاث دقائق نعم نعم الله يكونكم بارك فيكم لا مشكلة لا بأس إن شاء الله لا بأس إن شاء الله أنا يعني الوقت أمامي سننتهي إن شاء الله في الوقت القريب بارك الله فيك نعم إذن قضية أخرى أيها الإخوة قضية خلوة الداعية مع نفسه ومع ربه سبحانه وتعالى لماذا هذه الخلوة تكسب الإنسان صفاء في الروح ونقاء في الفكر فعندما يأتي ويباشر الدعوة فإنه يكون أقدر على ترتيب الأفكار من الإنسان الذي يعيش مع الناس ويختلط معهم ويعافس كما يقال الأعمال والتجارات فهذا الإنسان يتشوش فكره فعند الخلوة تكتسب روحه صفاء وفكره نقاء يمكنه أن ينظم هذا الأمر بعد ذلك ينظم دعوته وينظم الأفكار التي يريد أن يطرحها على الناس بطريقة لائقة مناسبة بإذن الله تعالى ولذلك حتى التهجد هو نوع من الخلوة تهجد الإنسان وصلاته بالليل وقيامه بالليل نوع من الخلوة يعني ليست الخلوة على طريقة بعض مثلا الناس الذين يريدون الخلوة بطريقة الاعتزال الكامل في غرفة لا يوجد فيها إضاءة مع تقليل الطعام والشراب ليس هذا المقصود إخواني يعني هذا أمر لم يكن منتشرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو معروفا لا في زمن النبي ولا في زمن أصحابه فإن الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من التهجد في قيام الليل يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا فالمهم أن يقوم الإنسان من الليل ويخلو مع الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه سبحانه وتعالى أليست هذه الخلوة؟ بلى وهذا إن شاء الله كاف في تحصيل المراد لسألوك